السلام عليكم بالنسبة للأشخاص اللي حصلوا على فيزة دراسة ووصلوا كندا بسألوا هل نقدم على لجوء ولا نكمل في موضوع دراسة الآن السؤال انت ليش بدك تقدم على لجوء أو بالأحرى انت ليش جيت على كندا انت جيت على كندا ليس بهدف الدراسة وإنما بهدف الاستقرار في كندا طيب هل إذا قدمت على لجوء ستضمن استقرارك في كندا خلينا نشوف الآن اللي بيقدم على لجوء حسب القانون الكندي أي واحد بيقدم على لجوء بيقبل وطلبه وبيخلوه يعيش في البلد بياخدوا منه الجواز جواز السفر وبسمحوله بالإقامة ولكن ما بسمحوله بالدراسة إلا إذا حصل على ستادي بيرمت فهو عنده ستادي بيرمت سيلغى لازم يقدم على ستادي بيرمت من جديد إذا قدم على ستادي بيرمت وقبل برجع طالب يعني برجع يدرس وبيدفع نفس رسوم الانترناشنال ستودنت ما رح ياخد رسوم مخفضة ثانيا هل يسمح له بالعمل؟ يسمح له إذا حصل على ويرك بيرمت فإذن ما بإمكانه يشتغل براحته لازم ياخد ويرك بيرمت طيب وبعدين أخذ ويرك بيرمت واشتغل ما بده يدرس ما أخذ ستادي بيرمت ما درس أخذ ويرك بيرمت وبدأ يشتغل هل من السهل أنه الواحد جاي من بره كندا ما عنده شهادة كندية ما عنده خبرة في كندا هل من السهل أن يحصل على عمل؟ شو طبيعة العمل؟ رح يكون غالبا عمل بالمينموم ويج هل هذا العمل بالمينموم ويج يكفي لإعالة عائلة أو شخص؟ ربما كل واحد ظروفه تختلف عن غيره ما رح أفتي في هذا الموضوع ولكن إلى متى؟ يعني قضيتك إذا أنت طلبت اللجوء وسبحوا لك بالعمل وحصلت على عمل وجبت ويرك بيرمت رح تشتغل مدة كم؟ سنتين؟ ثلاث سنوات؟ الآن رح يجي النظر في القضية شو رح يكون سبب اللجوء؟ في ناس بيحكوا لي أنه ممكن الواحد يروح يحكي لهم أنا بده أغير ديني أو أنا دمي مهدور على إثارات هذا الكلام بطل ياخذ مع دائرة الهجرة والقضاء قضاء الهجرة لا تنسى أنه رح ينظروا لك على أنك أنت شخص مخادع أنت جيت على كندا بفيزي الدراسة وأول ما وصلت طلبت لجوء يعني أنت مبيت النية أنك تطلب لجوء فإذن أنت شخص بالنسبة لهم بيعتبروك شخص مخادع فبالتالي ما رح يكون سهل أبدا أنهم يثقوا بكلامك لو حكيت لهم بدي أغير ديني ما رح يعتبروا أنه كلامك ما رح يخذوا على محمل الجد إلا بإثباتات أو مثلا عندك ثار وعليه كثار إثباتات أو 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 يعني قضايا اللجوء كمية الرفض فيها كبيرة جدا لأسباب غير مقنعة طيب لو ما طلبت لجوء جيت بفيزي الطالب ما سموح لك تشتغل 20 ساعة بالأسبوع رح تشتغل بشكل نظامي أيضا منيما مواجي 20 ساعة بالأسبوع بعد سنة لو درست ديبلوم سنة بعد مرور السنة رح تتخرج لما تتخرج تاخد شهادة كندية تجد عمل أفضل من العمل بالمنامواج وتعطى ويرك بيرمت نظامي وبتشتغل لمدة سنة بعد السنة بتقدم على الإقامة الدائمة فإذن أمورك ماشية ما في قضية ونظر وممكن آه وممكن لا بعدين طالب اللجوء يعطى تأمين صحي الطالب اللي بيدرس هون بيجي له تأمين صحي من الكلية طالب اللجوء يسمح لأطفاله إذا كان عنده أطفال إنهم يدرسوا بالمدارس الحكومية مجانا الطالب الدولي اللي جاي يدرس يسمح لأطفاله يدرسوا بالمدارس مجانا فإذن فكر لا تنسى أنه أكبر عقبة أمام الاستقرار في كندا من خلال فيزة الدراسة هي قبول الفيزة إذا أنت حصلت على الفيزة أنت قطعت 70% من الشوت بقي عليك 30% إذا طلبت لجوء أنت ضيعت 70% كلها ليش؟ لأنه أصبح وجودك مؤقت إلى حين النظر بالقضية وغالبا عند النظر بالقضية سترفض لأنه ما في أسباب مقنعة والنظر بالقضية غالبا بياخد ثلاث سنوات بينما الدراسة سنة العمل سنة خلص أخذت الـ PR ففكر فكر مليا قبل أن تتخذ قرار أنك جيت بفيزة طالب وتطلب لجوء مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسلام عليكم